قال كامال رزاق بارال مستشار برئاستي الجمهورية أن رفع حالته الحصار بعد 19 سنة من إقرارها ساهم في إزالة ضغط كبير عن مفهوم الحقوق والحريات مضيفاً أن هذا القرار جاء تتويجاً لمصار قام به الرئيس منذ توليه سدة الحكم فيما أكد أن الجزائر ليست دركي جهوي بإعاز أجنبي العديد يظن أنه قصد الجزائر أنها تكون الدركي الجهوي بإعاز من بعض الدول بوزاة البيئو بوزاة البيسرانس ريجيونال بوزاة كبير آخرين رئيس الجمهورية في هذه النقطة أن أكد لكم بارد الأعصاب يعرف جيداً أن المغزى من هذا الكلام هو أن تتورد الجزائر في ومن جهته أكدت طهر خاوة وزيره والعلاقة مع البرلمان أن إصلاحات رئيسية الجمهورية التي تعكف الحكومة على تنفيذ برنامجه أعطى وثبة حيوية في مسيرة البناء الوطني تحققت بفضل الإصلاحات السياسية والتنمية الوطنية الشاملة العديد من المكاسب الوطنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أنه وبفضل حنكته السياسية وعزمه القوي على إخراج الاقتصاد الجزائري من دوامة الانهيار ساهمت إرادة الرئيس عبد العزيز بودفليقة في بروز بوادر أمل جديدة وقد أجمع المتدخلون خلال اليوم الدراسية المنظم حول إصلاحة رئيسية الجمهورية أن المراجعة الشاملة للترسانة التشريعية التي تبنها الرئيس على أنها تعميق للمصاري الديمقراطي وعقلنته خاصة تلك التي شملت مراجعة القوانين المنظمة للنشاطية السياسي مما سمح بحماية الوطن من مخاطر الانزلاقات والمزايدات الإديولوجية والسياسية والمؤامرات الخارجية